اعزائي الطلبة والطالبات اهلا وسهلا بكم مع حل النماذج الاسترشادية لمادة الرياضيات للصف الخامس الابتدائي واللي بيها هنقدر نشوف شكل النموذج تعالوا مع بعض كده نبدأ نشوف اشكال النموذج بتاعنا والاسئلة اللي موجودة فيه وازاي نقدر نتعامل مع الاسئلة عشان نكون قادرين ان احنا نحل بكل سهولة وهدوء تعالوا كده مع بعض نبدأ نشوف زي ما احنا عارفين ان احنا عندنا سبع اسئلة في مادة الرياضيات ده الجزء الخاص بمادة الرياضيات بنبدأ ان احنا نقرأ كل سؤال مع بعض ونبدأ ان نفكر فيه سوا وانا متأكد ان احنا كلنا هنقدر نحنحله بكل سهولة يلا كده نبدأ مع بعض 25 على 5 من 10 ده أول سؤال عندنا عايزين نقسم العدد 25 على 5 من 10 فهلاقي طبعا إن الحل الصحيح بتاعي لو إحنا حولنا حتى الـ 5 من 10 إلى نص يعني هتبقى 25 على 1 على 2 هتبقى منتهى السهولة طبعا عندي هو الاختيار الصحيح 50 بعد كده خدنا طبعا في درس مقارنة الكثور ربع أكبر من مين في الأرقام دي؟ طبعا أنا عارف إن الربع مش أكبر من النص ولا أكبر من التلت لأن إحنا عارفين لما بتتساوى البسوط أو البسطين تساوى مع بعض فإن المقام الأصغر هو الأكبر اللي بقى المقام الصغير عندي هو ده أكبر كثرة عندي فبالتالي 1 على 4 هتكون طبعا أكبر من 1 على 6 السؤال اللي بعد كده بيقول إذا كانت 4 العنصر 4 ينتمي للمجموعة 2 و 2 و 3 يبقى أنا دلوقتي عايز جوه المجموعة دي يكون فيه كام الرقم كام؟ برافو عليك 4 وكده يبقى الاختيار الصحيح بتاعي هو الأربع السؤال اللي بعد كده الوطر الذي يمر بمركز الدائرة عندي وطر وهو عد على مركز الدائرة مر بمركز الدائرة بنسميه بنقول عليه تمام برافو عليك بنسميه قطر يبقى وطبعا القطر هو أكبر وطر في الدائرة والوطر الذي يمر بمركز الدائرة بنقول عليه قطر عدد ارتفاعات المسلسة المنفرج الزاوية يساوي كام ارتفاع طبعا احنا رسمناهم ودربنا على الرسم عليهم كمان فعارفين ان هم كام ارتفاع برافو عليك وطبعا بيتلاقوا في نقطة خارج المسلس عشان لو جات ليه في الاختيارات السؤال اللي بعد كده بيقول لي سين صاد؟ ناقص سين صاد طبعا انت عارف ان من خوص عملية الطرح ان انت لو طرحت الرقم من نفسه يديني ايه؟ صفر فانا لو تعملت مع سين صاد دي على ان هو اي عدد 23 24 ايا كان العدد بقيعي هطرحه وهشيل منه نفسه تاني سين صاد نفسها فهيديني طبعا مين؟ هيديني اللي جابة الصعيحة هي الصفر السؤال اللي بعد كده صندوق به 20 كرة صندوق عندي فيه 20 كرة منها 5 كرات زرقاء والباقي احمر باقي كور احمر طب يبقى كده عندي عدد الكرات الحمراء كام؟ برافو عليك 20 ناقص 5 يديني 15 فاذا سحبت كرة عشوائيا فان احتمال ان يكون لونها احمر هو كام؟ طبعا الاحتمال بتاعنا هشوف عدد الكرات الحمراء 15 على عدد الكرات بداخل الصندوق كله 20 يبقى 15 على 20 بالاسم على 5 يعني انا عندي كده 15 هقسمها على 20 هقسم على الخمسة وعلى الخمسة فهتديني 3 على 4 اللي انا عارف من خلالها طبعا ان الاختصار بتاعها او الشكل العشري بتاعها هو كان 75 من 100 الثلاثة على 4 هي 75 من 100 وهو ده يكون الاختيار الصحيح بتاعي تعالوا مع بعض كده نشوف النموذج التاني بيقول ايه؟ اذا كان سين وخمسة تساوي 6 وخمسة يبقى انا عندي سين وخمسة بتساوي 6 وخمسة الدرس بتاع تساوي المجموعتين فانا عندي طبعا عندي الخمسة العنصر خمسة في المجموعتين ويبقى بكده العدد بتاعي اللي انا محتاجه يكون موجود عشان تتساوي المجموعتين هو مين؟ هو الستة هو ده العنصر اللي احنا عايزين السؤال اللي بعد كده خاص بالقسمة على عشرة ومية وألف بيقول ستمية تمانية وسبعين لو أسمتها على مية تساوي سبعة وستين وتمانية من عشرة على كام السؤال بتاعنا بيقول ستمية تمانية وسبعين على مية تساوي سبعة وستين وتمانية من عشرة على كام بمنتهى السهولة كده أنا عارف الجزء الأولاني ده هيطلع لي النتيجة بتاعته كام هتكون النتيجة بتاعته ستة وتمانية وسبعين من مية وبالتالي أنا عايز أن أحرك العلامة العشرية الثانية دي خطوة واحدة نحية اليسار فطبعا هأسم على كام؟ هأسم على عشرة عشان تساوى الكفتين اللي موجودين عندي طبعا هنا السؤال اللي بعد كده 56 و 63 من 100 لأقرب جزء من عشرة طبعا بحدد فين خانة الجزء من عشرة هلاقيها الستة وهبص على الرقم اللي قبلها لو خمسة وأكبر من خمسة فهنزود واحد وطبعا لقيت أن الرقم اللي قدامي ده 3 فبالتالي مش هزود أي حاجة وهتفضل 56 و 6 من 10 السؤال اللي بعد كده رقم 4 بيقول 4 و 567 جزء من الألف فيه كام؟ عشان تبقى 456 و 7 من 10 طبعا أنا لقيت أن الناتج بتاعي اتحركت العلامة جهة اليمين كام رقمين فبالتالي أنا محتاج أضرب في كام عشان يحرك لي العلامة رقمين جهة اليمين هتلاقي طبعا هي مين؟ المية السؤال اللي بعد كده بيقول المجموعة 6 و 1 اتحاد المجموعة 8 و 6 طبعا إحنا عارفين في الاتحاد أن أنا هجيب عناصر المجموعة الأولى وعناصر المجموعة الثانية بدون تكرار وبالتالي يبقى عندي الستة والواحد والتمانية وهو الاختيار به سؤال خاص بالاحتمالات عندي احتمال الحدث المستحيل طبعا إحنا عارفين الحدث المستحيل اللي مش ممكن يحصل احتماله كام؟ برافو عليك هو الصفر السؤال رقم 7 اللي موجود عندي بيقول وطر الدائرة لسه حلينه من شوية وطر الدائرة المر بمركز الدائرة عندي وطر مر بالمركز طبعا هيكون برافو عليك هنسمى قطر في الدائرة تعالوا مع بعض كده نشوف النموذج التالت بيقول ايه؟ بيقول المجموعة اللي فيها لعنصر صفر وفاي طبعا إحنا عارفين إن الفاي ما فيهاش أي عنصر فبالتالي هيكون اختياري هو ليست مجموعة جزئية العدد 123 و45 جزء من 100 لو أسمته على ألف طبعا إحنا عارفين في القسمة على الألف فأنا أحرك العلامة العشرية جهة اليسار بحسب عدد الأصفار بتاعتي وكده يكون الاختيار بتاعي هو جيم السؤال اللي بعد كده بيقول 45 في 21 من 100 بيساوي 4.5 فيه ومجموعة من الاختيارات اللي موجودة عندي أنا ملاحظ إن العدد التاني هو نفسه 1 و2 و3 ولكن الإجابة بتاعة الجزء الأولاني ده هيطلع لي رقم العلامة العشرية فيه بعد كم رقم؟ بعد رقمين؟ طب هنا العلامة العشرية عندي بعد كم رقم؟ بعد رقم واحد فأنا محتاج إن أنا أضرب في كم؟ في عدد تكون العلامة العشرية فيه بعد رقم واحد طبعا ده بيعلمنا إن إحنا نفهم المفاهيم بتاعتنا عمليات الضرب بعمق فطبعا هنلاقي إن 12 و3 من 10 هي الإجابة الآن الصحيحة الجزء المظلل في الشكل المقابل يمثل كم؟ طبعا أنا عندي ملون لي عناصر سين بالكامل وملون لي عناصر صاد بالكامل فبالتالي طبعا كأنه عمل إيه؟ سين اتحاد صاد لأنهم طبعا مجموعتين مختلفتين ملهمش أي علاقة ببعض فبالتالي أخدت العناصر كلها زي ما هو مظللها بالشكل ده احتمال الحدث المؤكد كم؟ طبعا الحدث المؤكد بتاع احتماله الحاجة اللي دايما بتحصل فهتكون كم واحد القطعة المستقيمة التي تصل بين مركز الدائرة وأي نقطة على الدائرة وتسمى إيه؟ قطر ولا نصف قطر ولا عمود ولا وتر؟ برافو عليك طالما مركز وأي نقطة على الدائرة تبقى نصف قطر السؤال اللي بعد كده خاص بيه ارتفاعات المسلس فبيسألني على عدد ارتفاعات المسلس القائم الزاوية طبعا احنا عارفين ان هما بيكونوا كام ارتفاع بيكونوا 3 ارتفاعات كل امنياتي ليكم بالنجاح والتوفيق وتحقيق اعلى الدراجات ونصحتي ليكم دايما ايه رأي السؤال كويس قبل ما تبدأ تجاوب وان شاء الله كل التوفيق والنجاح اشتركوا في القناة